مهرجان تراث الشعوب الجبيل نظمته الهيئة الملكية بمركز الملك عبدالله الحضاري وضم المهرجان أجنحة متنوعة من العديد من الأنشطة التجارية والموروث الثقافي للشعوب بالإضافة إلى أكثر من مئة أسرى سعودية منتجة الحمد لله المهرجان أشوفه جدا ناجح وعليه إقبال كثير من الناس من الجبيل ومن بره الجبيل أشوفه عن جاي من الدمام وحتى من الرياض والحمد لله تنظيم جدا جدا ممتاز وأي شيء عموما تحت مضلة الهيئة الملكية يكون من أفضل شيء والحمد لله نشكر رعاة المهرجان والقائمين عليه على إتاحة الفرصة للأسر المنتجة بحيث أن المهرجانات هذه توسع المشاريع وتسوي إعلانات كل الأسر المنتجة تسوي لها إعلان وتتوسع مشروعها ويزيد الدخل فيما شكل التراث السعودي جنحا خاصا ضم طريقة بناء بيوت الطين والطرق القديمة في الري والحصاد بالإضافة إلى قسم النحت والرسم على الرمال وأستوديو لتصوير الزوار فيما استضاف مسرح المهرجان العروض التفاعلية للأسر والطفل المهرجان صراحة من أروع المهرجانات التي تقوم في الجبال سنويا المهرجان التراث صراحة فيه تنوع في ثقافات الشعوب يعني صراحة جمعته الدول العالم كلها في المهرجان هذا من حيث التراث من حيث عداتهم تغاليدهم كل شيء صراحة حلو جميل صراحة لأنه في حضرات وتقاليد للشعوب القديمة وحضرت تراث الشعوب في أجنحة كل من المغرب واليمن وأندونيسيا والهند والباكستان وغيرها من الدول التي جسدت جوانب مختلفة من ثقافة تلك الشعوب في الأزياء والمعالم السياحية والرقصات الشعبية تراث الشعوب في الجبال تكامل شركاء النجاح في الاستثمار والموروث الثقافي مودشام مريال أخبارية الجبال الصناعية